الأهل في الإمارات دايماً ليه حكايات كان بينقصنا بس نحن نكسب بطولة على أستاذ محمد بن زايد كل الملعب الإماراتية الأهل يلاحب عليها الحمد لله حق فيها نجاحات وأداء مميز جداً وكان ملعب هزاع بن زايد كان من الملعب اللي الأهل يكسب فيها أكتر من بطولة السوبر ولكن كان بينقصنا بس ملعب محمد بن زايد بالأمس الحمد لله الأهل يقدر يفوز بالسوبر زي هون شايفيني ممكن حتى في الكليب البسيط ده حجم الفرص والهجمات هنا وهنا وإزاي تفوق محمد الشناوي وأحمد الشناوي كمان مبارح عمل مباراة كبيرة فكانت المباراة كبيرة المباراة المستوى الفني كانت كبيرة جداً ما بين الفريقين الأهل بطل كأس مصر وبرامدز وصيف بطولة الدوري العام بالمناسبة مش أول مرة حتى ممكن وصيف يلعب فيه أوقات كتيرة جداً كان فيه بشارك تالت الدوري ورابع الدوري وخامس الدوري في مناسبات سابقة ولكن قدر النادي الأهل يقول كلمته قدر النادي الأهل يسعد جماهيره سيبكم من أي كلام تاني فرعي ممكن أنت كل ما بتكسب بطولة بتزود حالة مش أقول الزعل أو الغضب لا بتزود حالة المسافة الكبيرة والجاب الكبير بينك وبين أي منافس بيحاول بس يقرب بينك بيحاول بس يحقق نص اللي أنت بتحققه فلما بتكسب بطولة هو بيضع أكتر بيزعل أكتر عامل زي مثلاً إيه؟ الطالب الناجح والطالب الفاشل الطالب الناجح كل ما يجيب درجة كويسة كل ما الطالب الفاشل يقول لك إيه؟ لا بس الامتحان كان صعب لا أصل اللجنة ما كانش فيها نظام لا أصل فيها مجاملات ما هو كده كل أنت بيجيب درجات كويسة كل ما الفاشل يقول لك إيه؟ أصل إنت مش أنا فشلت لا أصل اللي بينجح ده في ناس كتيرة بتساعده هنفضل كده على فكرة النظرية دي هتفضل مستمرة على طول وموجودة في كل أنحاء العالم مش حالة استثنائية يعني لكن بأمانة بعد ما تم الإعلان عن مواجهة الأهل مع بيرامز في الكاس أو حتى كاس السوبر أو حتى مع فيوتشر وقتها إحنا كلنا قلنا أن المباراة دي هتكون صعبة جداً جداً على النادي الأهل على المستوى الفني وعلى مستوى التاكتك والأداء الفني في المباراة مباراة فيها شغل تاكتك وفني كبير جداً وبالفعل ده حصل ما قلناش منقول كده بس لنظوم التريند أو نظوم الترافك والمشاهدات على السوشيال ميديا والجو اللي أنتوا فاهمينه ده لا خالص نحن نتكلم بالمنطق على فكرة وبالعقل مواجهة الأهل وبييرامز في السوبر أو حتى لو كان فيوتشر عي لعب الأهل في السوبر كانت تجيب أن مواجهة أصعب كتير جداً من المواجهة اللي كانت مرتبة في البداية ما بين الأهل والزمالك طب بغض النظر بقى عن كل ده كولر إمباراة عمل مباراة كبيرة جداً على فكرة التكتك وطريقة اللعبة والتغييرات كل ده بصراحة من أهم وأجمل مباراة كولر إمباراة بالنسبة للنادي الأهلي وبييرامز إمباراة فاجئ الكل الكل كان متوقع أن بيرامز جاي في حالة بدنية مش على مستوى كبير راجع من جنوب إفريقيا ممكن المستوى الفني مش هيكون عالي في هذه المباراة بسبب خروج من كاس الكونفادرية ولكن كان عنده دوافع أن يعمل مباراة كبيرة وبالفعل بيرامز إمباراة قدم وعمل مباراة على المستوى الفني كبيرة جداً ولكن اللي بيغضبني بقى واللي بيزعني الناس اللي بتحاول تنسى تصريحتها يعني في فترة من الفترات أنا استعرضت هنا تصريح للكابتن هاني سعيد المدير الرياضي البييرامز هو بيتكلم على اختيار طاقم مصري لمباراة الزمالك وبييرامز في النصف نهائي كأس مصر وإزاي كشفت لحضراتكم أن بيرامز كان عنده علم بطاقم التحكيم اللي هيجير هذه المباراة قبل ما الإعلام والناس تعرف من الحكم اللي هيجير هذه المباراة وبالدليل أن الناس كلها سألت ليه مش حكام أجانب فقال لك وقتها الكابتن هاني سعيد أصل الحكم اللي جاي حكم احنا بنرتح له طيب الحكم اللي حرك بترتح له هو اللي كان موجود مباراة فالمفروض اللي هتضرر ويكلم قبل المباراة وده ما حصلش طبعاً لأن الأهل دايماً بيركز في الملعب وفي التسعين ديئة هو الكابتن محمود البنة اللي قدر نصف نهائي كأس مصر ما بين الزمالك وبيرامدز هو اللي قدر يمباراة مباراة السوبر ما بين الأهل وبيرامدز لكن تيجي بعد المباراة تقول أن بيرامدز يخسر بسبب الأخطاء التحكمية أن الحكم كان بيحجم لعبة بيرامدز أن الحكم سبب رئيسي في اخسارة بيرامدز أولاً على مستوى التحليل التحكيم لخبراء اللعبة مباراة الكل بلاستثناء مرحش للسكة دي خالص بل بالعكس النادي الأهل تعرض لزول متحكيمي في مباراة مباراة ثانياً اختيار الكابتن محمود البنة كان من البداية على مباراة الأهل والزمالك ولكن استمر نفس الطاقم على مباراة الأهل وبيرامدز وبالتالي كابتن هاني سعيد وإدارة بيرامدز لم تعترض لنهاية قبل كده كان لها تصريح مهم جداً وقالت أنها بتصق وبتحترم وعندها ثقة وبترتاح لإدارة الكابتن محمود البنة بعد نهاية المباراة نشيل المطش كله لكابتن محمود البنة أعتقد مش منطقي ولا على مدار التاريخ هنطلع نقول بعد كذا سنة أن بيرامدز يخص السوبر بسبب حكم المباراة كابتن محمود البنة لأن البعض برضو بيحاول اللعبة على أزهان الجماهير بعد عشر سنين احنا خسرنا بسبب كذا بعد عشر سنين احنا خسرنا بسبب مش عارف انسحاب مين وتصرحات بقى البتشيكو ملاش أي معنى وملاش أي دور للأسف بس أتمنى يكون اتحاد القرى هنا واخد باله من التصرحات دي لأن هنا أعتقد لازم يكون فيه عقوبات لأن أي تصريح في مطمر صحفي خارج عن سيق المباراة بيبقى فيه عقوبات بارح في أول دقيقة انذار للكابتن علي جابل لأنه منع فرصة محققة للنادي الأهلي بعدها لمست يد متعمدة فكانت تستحق الانذار الثاني طيب الانذار الثاني بارح ما خرقش وبالتالي كان للأهلي المفروضة هيواجه بيرامدز من نص الشوط الأول ناقص لعب هل تفرق؟ أه طبعا تفرق تفرق كتير جدا ومين كمان؟ تتكلم في قائد الفريق وكابتن الفريق وأحد أبرز اللاعبين في خط الدفاع الكابتن علي جابل ده نقول الكورة أحمد القندوسي بيسدد لمسة يد واللعبة كلها بتكلم كابتن محمود البناء يا كابتن ده انذار تاني فيه تعمد ايده مقبرة جسمه احنا خلاص بقى هنا خبراء تحكيم من كتر ببنسمع وبنقرى وبنتابع فيه التحليل التحكيمي ومع ذلك مبارح أده لمسة يد واضحة جدا والكابتن البناء شافها وحسبها وما طلعش ينظر تاني والكل أجمع ان ده يستحق الانذار التاني والكارت الأحمر هنا الفر ما يدخلش طبعا لنا عارفين ان الفر يدخل في حالة الطرد المباشر ضرب الجزاء لكهرباء واضحة جدا ما فيهاش نقاش يا جماعة يعني اللي حاول يقولك ايه ما فيهاش ركل الجزاء لا هي ركل الجزاء ضرب الجزاء واضحة جدا على فكرة يعني وكان فيه ضرب الجزاء تاني للأهلي لما تم إعاقت حسين الشحات يعني الأهلي كان ليه كارتة أحمر للاعيب بيرامدز ويلعب المنافس ناقص لاعب من مصر الشرط الأول وطرد ليه أحمد سامي ويبقى كمان ضرب الجزاء لحسين الشحات وده ما حصلش اهي قدامكم اللعبة هي حسين الشحات رايح للكورة وبيتم دفعه بإيده بيتم الدفع ليه حسين الشحات وكانت تستحقها وكمان مين اللي عامل برضو دي كمان علي جبر ومع ذلك ما تحسبتش والفار مش موجود والفار مش موجود وكان يفضل بعد اختيار بيرامدز تحديدا ان يكون الفار مش من الإمارات يفضل ولكن انبارح الفار يعني قدر الإمكان ما تدخلش في حالات كتيرة اللعبة دي يعني ادى فيها الكابتن اهي هي اللعبة تتحسين الشحات واضحة بصوا جماعة علي جبر رايح لحسين الشحات مش راح للكرة خالص يعني بصوا هنا الكرة ما بين الاثنين طيب حسين رايح للكرة وعلي جبر عمل ايه بييده دفع حسين الشحات وملمس الكرة بدليل ان اللي راح خد الكرة بعد كده هو كابتن احمد الشناوي حارس مرمى بيرامدز واضحة جدا الدفع واضح الدفع واضح وعلي جبر ما بلعبش على الكرة خالص طيب اللقطة التالتة للظاهير الايمن والباكرايت لنادي بيرامدز الشيبي اللعب المغربي اللعبة دي بتفتقد لاهم مبدأ من مبادئ الاتحاد الدولي الفير بلي مبادئ اللعب النظيف او مبدأ اللعب النظيف لما بيقى فيه لعب واقع وحارس المرمى بيطلع الكرة عشان اللعب يتلقى العلاج الطبيعي اللي انت ما تروحش تاخد الكرة وتعمل هجمة وتصنع هجمة وممكن تبقى هدف انت هنا بتفتقد لاهم مبدأ من مبادئ الرياضة والكرة ما أبدأ الفير بليه ما أبدأ احترام اللعب النظيف مع المنافس ها يستخدوا الكورة وتلعب ويتليب جنب وفيه لعيب وقاء على الأرض واللعيب اللي وقاء على الأرض على فكرة محمد عبد المنعم كان اللازم يقف فيه كرطة أحمل لفخر الدين بن يوسف لأن فخر الدين بن يوسف ضرب عبد المنعم بدون كورة والفار ما تدخلش فقادي كرطة أحمل لفخر الدين بن يوسف كرطة أحمل كمان ليه علي جبر وضرب الجزال حسين الشحات ما تحسبتش كل هذه الأخطاء التحكمة اللي بتكلم فيها والناس تقولك التحكم كان في صف الأهلي يا جماعة أنت متهزروا ولا بتهرجوا ولا عايزين تقولوا إيه هو الأهلي مع ذلك رغب كل ده على فكرة كسب وفاس بالسوبر لأ تسيبك بقى من كل ده الناس تقولك إيه أصل طارد العلي معلول وطارد المحمد الشناوي ما هي قدام الحكم المساعد وقدام حكم المباراة والفارشايف هو لو حط إيده على خده كده يبقى كده ضربه وبعدين اللعيم المغربي هو على الأرض وقام تاني فين الضرب؟ فين الضرب؟ محمد الشناوي رايح بيحتاج على الحركة اللي تمت فين الضرب؟ سيبك من كل ده لسه الحكم بيصفر يقولك إيه لجنة الاتحاد الكرة يحيل ملف المباراة ووقعة الشناوي معلول لجنة الانضباط يا راجل يا طيب أصبر ده لسه الحكم في الملعب لسه بيصفر لسه التقارير ما تكتبتش وبعدين حالة زي دي تروح لجنة انضباط ليه؟ هو مش في حكم ومش في مرائب وفي شريط مباراة لجنة الانضباط ليه اختصاص في حاجة معينة ولجنة المسابقات ليه اختصاص في أمر معين أصبر لما تشوف التقارير أصبر لما تشوف التقارير ولكن الناس انبالح عايزة قدر الإمكان تفسد الفرحة تحكيم فار روح رياضية إزاي الأهل يتعامل مع اللعب اللعب الأهل يتعاملوا مع الشيبي بهذا الشكل رغم أن الشيبي عمل تصرف على فكرة تصرف مرفوض والناس في الاتحاد الدولي ومبادئ اللعب النظيف يعني تصرف غير مقبول سواء منه أو من فخر الدين بن يوسف يعني الأهل المجنة عليه وعايزين يطلعه الأهل هو الجيني والمباراة لسه لسه في الملعب لسه نسبة السلم وديليات يقول لك حالة المباراة لجنة الانضباط ما تصبر لما تشوف الحاجة عامر طيب لما يجتمع ويشوف التقارير بقى من نسبة التقارير مرائب انبالح كان الكابتن مجد الشيخ رئيس لجنة مسابقات القسم التاني هي جديدة أن يكون رئيس لجنة مسابقات القسم التاني مرائب على مباراة في السوبر أو نهاية كاس مصر أو مباراة في القسم الأول ودي للمرة التانية أو التالتة أشوف الكابتن مجد الشيخ أتمنى يكون فيه تنوع شوية كالساس جمال علام في موضوع المرائبين عشان على الأقل لو فيه اخطاءة سابقة ما تتقررش بسبب تقرار نفس المرائب لكل المباراة المباراة مباراة زي ما قلت كانت مباراة صعبة جدا وصعوبتها بتواجد بيرامز أو حتى فيوتشر لأن على المستوى الفني حاليا بيرامز أو فيوتشر أفضل كتير من الزمالك جادوا للدوري بيقول كده نتائجهم مع الزمالك بتقول كده نتائج الدوري بتقول كده حتى على المستوى الإفريقي بيرامز أو فيوتشر لعبوا مباراة في الكونفيدرالية ووصلوا نتائج ودرجات أعلى من الزمالك وبالتالي مباراةهم مع الآلي كانت أصعب كتير لو كان الأهلي يواجه الزمالك الحدث نجح لأنه مرتبط باسم الأهلي الملعب من برح كان ممتلئ بجماهير النادي الأهل عموماً أنا اتكلمته في كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة وأتمنى ما أسمعش بها تصريحات تاني لكابتن هاني سعيد تخص الكابتن محمود البنة لأنه تصريح تاريخي قبل كده قال أنا برتاح والناس هنا بترتاح لإدارة الكابتن محمود البنة عشان جداً ما طلبناش حكام أجاني فلما البنة يدير مباراة الأهل وبيراميدز أعتقد ما فيش أي مبرر يتقال لأي أحداث وعرضنا كل الحالات التحكمية وبصراحة بأمانة وجود ضرب الجزاء حالتين طرد كان المفهود لبيراميدز كابتن محمود البنة مباراة هي أقل من المتوسط بالنسباله ورغم أن الفترة كان بيزير مباراة بشكل كويس لكن مباراة مبارح يبدو أن كان تركيزه على مباراة سيمي فاينال كونفيدرالي يوم عشرة مايو في تنزانيا مبروك افرحوا يا أهلوية الأهل فاس بالسوبر عنده مباراة مع الترجي الجمعة الجاية عندنا مباراة قوية جدا عندنا أحداث أهم نركز في اللي جاي واسبوكم من أي كلام فاضي بتقال للاستهلاك الوقت أو الاستهلاك المحلي لا هيضيف ولا هيقدم ولا حتى هيأخر